كشف محمد التورك في إحدى لايفاته التي يظهر من خلالها من أجل نشر غسيل مشاكل حياتي الخاصة في السوشيال ميديا كشف أنه عندما كان في عزل أزمة مع دونيا باطمة يعني خلافات وصراعات بينهما وطلب طلاق هالشي قبل ما يخرج هاد الخبر ويدير البوز في ذاك الوقت كانت معاه بنته صغيرة ليلا روز كتعيش معاه حيث قال ليلا وغزل التورك أنا اللي مربيهم وأضاف لعبوا عليا وضحكوا عليا وديروا لي خطة وأنا ما كنت فاهم ولو حيث قالوا لي خرج لينا ليلا روز ديوها معانا واحد غارات من بعد ردوها ليك وقال من تمك ما يقشفتهم وصدوا عليا ولكن أنا عارف شكون مول هاد الفعلة مدبر ومخطط لهالشي ماشي أمل بنياش حيث قال أنا مبغيش نذكر الأسماء ولكن هالشي اللي كلم عليها عارف راسها دابا هي المدبر ومخطط لهالشي والله ياخد فيك الحق وراك عارفاني عليك كندوي وغتكوني دابا ديرا ندادر وكتشوفي هاد لايف وفهم رواد متابعينه من خلال تعاليقهم أنه يقصد بكلامه والد الدنيا باطمة وفي سياق آخر نفى المنتج بحريني محمد التورك وجود قطيع بينه وبين ابنته الفنانة الشابة حل التورك مؤكدا أنهما على تواصل دائم وكشفت تورك أن ابنتي غزل من زوجتي المغربية دنيا باطمة تشبهه في بعض ملامح شقيقتي الكبرى حل التورك وفي تصريح مشابه أكدت تورك أن ابنتي غزل مزيج من أولاده ثلاثة من زوجته الأولى مناصابر حل وعبدالله ومحمد وأضاف بأن غزل عودته حيث يراها ميكس من أبنائه ثلاثة فهي تشبه شكل حل وضحكة عبدالله ومحمد اشتركوا في القناة